بدأت العمليات العسكرية في مدينة المخى تأخذ منحا أكثر جدية حيث أعلنت قوات الجيش البدء بتمشيط عدد من الأحياء التي يتواجد فيها قنصة ميليشيا الحوثي تمكنت قوات الجيش من حكام سيطرتها على عدد من الأحياء داخل المدينة بعد تأمين الخط الدائري الرابط بين المجمع الحكومي وحارة العمود من جهة وبين الميناء والمجمع الحكومي من جهة أخرى معارك الساعات الأخيرة أظهرت بحسب مصادر عسكرية تمكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على أحياء الحالي السويس المغيني العروك الجعدي العمودي الكرنيش والقطاع الساحلي حصيلة المعارك حتى اللحظة تجاوزت العشرات من القتلى في صفوف الميليشيا بالإضافة لوقوع أكثر من ثلاثين مسلحا أسرا في قبضة الجيش المصادر ذاتها أشارت إلى أن العملية العسكرية مستمرة حتى تطهير كامل المدينة من الميليشيا مؤكدا استسلام عدد من العناصر الإنقلابية هذا ويكثف التحالف العربي من عملياته بالمنطقة بمشاركة قوات الجيش الوطني في مهمة يسعى من خلالها إلى قطع خط الإمداد البحري عن الميليشيا بالكامل ترجمة نانسي قنقر